منتاج لمقابلة رئيس جمهورية مصر العربية ثم قيل انها زيعة دلوقتي وزيعة دلوقتي الله اعلم وكانت تنتهت الاي او حاجة او الساعة السالسة عصرا دي كانت مقابلة رئيس الجمهورية النهاردة كنت اتمنى ان انا اطلع بشيء مهم انا عايز اقول لكم يعني الدعوة جات لي الساعة بعد البرنامج انا خلصت البرنامج 2.5 طبعا شرف لاي حد ان هو يروح يقابل رئيس جمهورية بلده درامز ريد ان استمع لكلام الرئيس عن الرياضة لان الرياضة كان احد اسباب نجاح رئيس جمهورية مصر العربية وهو كوف البعض ونجم كبير زي محمد ابو تريكا دعم الرئيس مرسي وكنت عايز اعرف اي الرياضة حرام فعلا ولا فيه اهتمام من الرياضة وانا احقاقا للحق النظام السابق كان بيستعمل السياسة الرياضة عشان السياسة الشعب المصري بيعشق كرة القدم جدا 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 ومعظم سياسي العالم معظم رؤساء العالم الرئيس على مقاتزاك سورة رئيس وزراء السويد ما تعادل مع المات ونطف الهوى من الفرحة هدف التعادل جيلا ميركل رئيسة وزراء المانيا اللي الرئيس مرسي قابلها ما نزلت لهم الاوضة في كاس العالم وفي بطولة اوروبا حاجة يعني كل العالم احقاقا للحق بيهتم ورئيس جمهورية البرازيل وحتة في العالم واسبانيا وملوك اسبانيا وكل حتة في العالم بتهتم وملك الاردن كل حتة في العالم وطبعا في السعودية العالم بيهتموا بالرياضة عشان نكون احقاقا للحق واهتمام كبير جدا ومش عيب ان رأس الدولة تهتم برياضة مش عيب ابدا 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 طيب على الموم جمهورية مصر العربية النهاردة اشتركوا في القناة